هذا وتصدر العراقيون مشتري المساكن في تركيا حيث اشتروا منذ بداية العام 2015 إلى النصف الأول من العام الحالي أكثر من 46.230 منزل بيانات معهد الإحصاء التركي كشفت أن مواطنية الدول التي يتم فيها بيع معظم المنازل هي العراق وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية الماحد نوه أيضا في تقريره إلى أن المواطنين العراقيين هم الأجانب الذين اشتروا أكبر عدد من المساكن في تركيا في السبع سنوات والنصف السابقة أي منذ العام 2015 إلى النصف الأول من عام 2022 حيث اشترى العراقيون قرابة 46.230 ألف منزل خلال هذه الفترة ليت الإيرانيون في المرتبة الثانية بينما حل الروس في المرتبة الثالثة وخلال هذه الفترة كان 16% من المساكن التي اشتراها الأجانب مملوكة أيضا لمواطنين عراقيين و 12% لمواطنين إيرانيين و 9% لمواطنين روس بحسب الإحصائية ترجمة نانسي قنقر